اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شرك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين نتابع حديثنا عن تاريخ النحو العربي ووصلنا إلى كتاب سبويه ونستنتج من هذا أن سبويه جمع في كتابه مادة غزيرة مختلطة في اللغة واللهجات والقراءات والأصوات والنحو والتصريف والأدب روى ذلك عن العلماء منذ أيام أبي الأسوى الدؤالي وأكثر من الرواية عن الخليل شيخه وأضاف ما سمعه من الأعراب مباشرة في رحلته ثم هذب ذلك وبوبه وتناوله حسب منهج فاتضح من خلال ذلك فكره وسجيته وصح ما قاله كثير من الناس بأن الكتاب هو ثمرة قرن من الجهود منذ أبي الأسوى الدؤالي إلى الخليل كما اتضح من خلال تناول سبويه لقضاياه لقضايا الكتاب أنه كان متأثرا بالمنهج العقل القياسي الذي كان قبل عصره منتشرا في العراق والكوفة وبالأخص منذ أيام الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقد كان كثير من شيوخ سبويه على دراية بأساليب القياس أمثال عيسى بن عمر وأبي عمرين بن العلاء وما إن توفي سبويه حتى بدأت حركة البحث والتأليف حول الكتاب وأول من اشتغل بذلك الأخفش الأوسط فهو فاتحة الباب لنقد الكتاب والأخذ عليه رغم أنه تلميد سبويه وأول مر والكتاب عنه ثم جاء أبو عثمان المازيني والجرمي فشرحوا الكتاب وشرحوا شواهده ثم انتقل العمل إلى أئمة الكوفة فاشتغلوا بالكتاب ثم اشتغل به أعلام بغداد ومصر والأندلس إلى أن أصبح شرح الكتاب ينطلق من شرح أبي سعيد السرافي البغدادي وأصبحت هذه المؤلفات ما بين شرح وشرح للشواهد وتعليق وحاشية تتجاوز الحصر وكلها تنطلق من صعوبة التعامل مع الكتاب سواء من حيث عدم وضوح المنهج لغزارة المادة واختلاطها أو لغموض العبارات والطراب استعمال المصطلحات فنجد الصرافية يقول في شرحه في باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال قال أبو سعيد الصرافي هذا الباب فيه صعوبة ويقول الزجاج عن نفس الباب هذا الباب فيه صعوبة ويقول الزجاج عن نفس الباب عفوا هذا الباب لم يفهمه إلا الخليل وسيبويه هذا القول دي الزجاج وبخصوص الطراب المصطلحات نجد سيبويه يسمي خبر المبتدأ خبرا وأحيانا يسميه المسند وأحيانا يقول التكرير وأحيانا يقول التوكيد وأحيانا يقول المقصود ويسمي الإضافة النسب وأكثر ما نجد ذلك عندما يعمد سيبويه إلى التمارين النحوية والصرفية التي يبنيها على أساس المناقشة والقياس بحثا عن اضطراد القواعد وبعد عمور قصير حيث عاش حوالي أربعين سنة فقط توفي سيبويه في مكان ما قيل بالأهواز وقيل بالشيراز وقيل بالبصرة وذلك سنة ثمانين ومئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته